أغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إسرائيل متوجها إلى الولايات المتحدة حيث من المقرر أن يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع فيما يشوب العلاقة بين الحليفين توطر بسبب الحرب في غزة ووصف نتنياهو زيارته بأنها مهمة للغاية في مرحلة تشهد حالة من عدم اليقين السياسي الكبير وذلك في إشارة إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم الترشح لولاية رئاسية جديدة وتواجه إسرائيل ضغوطا أمريكية بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حربها المستمر في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر